طيب سيادة النائب يعني يمكن خلال المقدمة تحدثنا أنه هذا المشروع هو تطرق لملف الحبس الاحتياطي إزاي يعني إزاي تطرق لهذا الملف التعديل هذا الملف واحد من أهم الملفات اللي كان أصلا هناك هدف لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لحل هذه الإشكالية وهذه أحد أهم القضايا اللي طرحت في الحوار الوطني والسيد رئيس الجمهورية مشكورا استجاب لتوصيات الحوار الوطني وأعلن عن توجيه هذه التوصيات إلى الحكومة لتقديمها إلى مجلس النواب ملف الحبس الاحتياطي يجب أن ينظر الحبس الاحتياطي كما يعرفه أساسة القانون باعتباره تدبير احترازي هدف سلامة التحقيقات وليس عقوبة الهدف من الحبس الاحتياطي إذا وجد أن نحافظ على سلامة التحقيقات في أن هذا المتهم يمكن أن يؤثر على الشهود هذا المتهم يمكن أن يعبث بالأدلة أن يخشى عليه من الهرب دي كلها أسباب للحبس الاحتياطي ما دون ذلك الأصل أنه الإنسان بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ومنصفة يعني الاستثناء هو الحبس الاحتياطي وليس القاعدة وأن القاعدة الأصلية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والمحكمة هي اللي بتقول نظرنا إلى الحبس الاحتياطي في المشروع الجديد بأمرين أول أمر تخفيض كل مدد الحبس الاحتياطي في الجنح في الجنيات في الجنيات المعاقبة عليها بالإعدام إلغاء الحبس الاحتياطي مفتوح المدد هناك صقف زمني للحبس الاحتياطي حتى في الجرائم الأشد خطورة بتكلم على الجرائم التي اتصل العقوبة فيها إلى الإعدام يعني بتكلم على أعلى عقوبة هناك سقف زمني للحبس الاحتياطي هناك تخفيض للمدد في الجنح بدل من ستة أشهر بقت أربعة أشهر في الجنايات بدل من 18 شهر بقت 12 شهر في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشقة المؤبدة من 24 شهر ل 18 شهر وفي درجة جديدة من الاستئناف على أحكام الجنايات بتكلم على الجنايات التي صدر فيها حكم بالفعل بالإعدام أو الأشغال الشقة المؤبدة وذهبت إلى محكمة النقض لا يزيد أي حبس احتياطي عن سنتين حتى في هذه الحالة ده الأمر الأول هو تخفيض المدد لابد طلب تسريع بقى لإجراءات القضائية بكل تأكيد بكل تأكيد ده نقطة مهمة لأنه ده كمان القانون بيتضمن آليات لتسريع الإجراءات القضائية حتى تكون هناك محاكمة ناجزة لكن كمان زي ما ركزنا على الجانب المتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي هو كمان التركيز على فكرة وجود بدائل للحبس الاحتياطي أنه أن يبقى المتهم في منزله ولا يبارحه أن لا يغادر قليم معين أو منطقة جغرافية معينة زي محافظته أو غيره أن يسلم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة ده بدائل يذهب إليها جهة التحقيق إذا وجدت أنه لا يوجد مبررات محددة وواضحة التي موجودة في القانون للحبس الاحتياطي أضيف أيضا في المشروع الجديد أنه قرار الحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسببا يعني إذا رأت سلطة التحقيق حبس المتهم احتياطيا يجب أن تسبب ذلك في القرار لماذا هي ذهبت إلى الحبس الاحتياطي لأن القانون قيد سلطة التحقيق في أنها هناك مبررات محددة للحبس الاحتياطي فهو لازم يقول لماذا هذا المبرر استخدمه للحبس الاحتياطي لضمان سلامة التحقيق ولذلك هذا المشروع ينظر إلى الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي وليس عقوبة محدد المدة جميع مدد الحبس الاحتياطي تم تخفضها وأيضا توسع في بدائل الحبس الاحتياطي وبيعتبرها هي الأساس وليس الحبس الاحتياطي الذي هو استثناء إذا رأت ضرورة التحقيقات زي لكن هل بيعتبر من مدة الحبس؟ كل تأكيد من مدة الحبس طبعا من مدة الحبس إذا صدرت العقوبة يعني إذا المتهم لم يكن بريء في المحكمة صدرت عقوبة مدة الحبس الاحتياطي تخصم من المدة المقضي بها في العقوبة